أعزائي متابعين برنامج حكاية أهلا ومرحبا بحضرتكم حياتنا مهمة جدا وحياتنا المادية جزء مهم من حياتنا بصفة عامة ككل النهاردة من أجلك عشان تعيش حياتك المادية صح وعشان تكون أمورك مستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية عملنا لك هذا الحلقة من برنامج حكاية مع خصائي ضرائب الأستثمير هنتكلم فيه بصفة عامة إذا يتعيش حياتك المادية صح وإذا يكون الأمورك في إقراراتك الضريبية لـ 2020 صح الصح أهلا بك يا أستاذ سمير أهلا بك أستاذ عنتر وحشتنا كتير شكرا كتير وأنت وحشتنا كلينا لقاء مع الأستاذ سمير لقاء متميز جدا من سنة تكلمنا فيه برضو عن الضرائب النهاردة جددنا الأمور مجرد أن احنا تكلمنا الأستاذ سمير عشان يقول لنا إيه الجديد والقوانين الجديدة في موضوع الضريب لابد دعوة عشان يقول لك نصايح مميزة جدا في حياتك الضريبية وحياتك المادية بصفة عامة لم يكتف أنه اللقاء مجرد سؤال لكن أعتبر أنه هذه الحلقة محضرة تسقفية لنا ككل لكل الجالية العربية المتواجدة إزاي تقدر تستخدمها تكون أمورك أفضل إيه جديد النهاردة يا بشمونتس أول شغالي بدي رحب فيك أستاذ عنتر بمكتبنا وبالأستاذ ميناور الكواليس وبالكل الجالية العربية الموجودة في أمريكا وطبعا الكلام موجه للجالية العربية لأنه عم نحكي عن ضرائب ضرائب الأمريكية طبعا كل سنة بالضرائب بيطلع شي جديد وبيغير شي جديد بس أكبر تغيير كان في بداية الضرائب تبع 2018 هو القانون اللي أصدروا ترامب بنهاية بديسمبر 2017 هو التاكس كات أن جاب أكت اللي غير كتير كتير بالضرائب اللي صارت بأمريكا طبعا نحن هلأ عم نحكي عن ضرائب 2019 لأنه دائما نحن منصفي في آخر السنة أو في بداية السنة الجديدة منصفي الضرائب تبع للسنة الماضية نحن هلأ في بداية 2020 منصف الضرائب 2019 فبدنا نحكي عن ضرائب 2019 وشو صار فيها تغييرات بدي أكد لكل الناس أنه المشاكل الضريبية هي مشاكل خاصة جدا فكل واحد مشكلته ممكن تكون خاصة جدا مثل ما بيقولوا بالأمريكي أو بالإنجليزي يونيك فالشي اللي عم نحكيه نحن اليوم عم نحكيه بشكل عام ما عم نحكي معلومات تسقيفية فقط ما هي نصائح قانونية أو نصائح ضريبية فالرجاء أي حدا عنده أي سؤال أو مشكلة ضريبية يتصل بالمكتب تبعنا الرقم موجود أكيد رح يكون موجود على الشاشة فهذا الشي اللي بنا نحكي عنه نحن في البداية برضو أستاذ سمير عايزين يعني نعرف أستاذ المشاهدين بالخدمات اللي حضرتك كمكتب بتقدمها وكيفية التواصل مع حضرتك ترفونه موجود تحت أسفل الشاشة دلوقتي عرفنا أكتر بصفة عامة للمكتب وحضرتك الخدمات اللي بتقدمها لكل الجالية العربية طبعا نحن هون بالمكتب اسم المكتب تبعنا نايا إنشورنس عن تاكس سيربسيز من الإسم أن نحن منقدم إنشورنس مختلف أنواع الإنشورنس من عدل الإنشورنس الصحي ما منقدمه هاي السنة بس منقدم إنشورنس سيارات منقدم إنشورنس بيوت منقدم إنشورنس عن الحياة يعني تأمين حياة تأمين سيارات وتأمين بيوت بس كمان احنا كتير اهم شغل اللي بنشتغلها هي الضرائب عندنا هون وفي عنا نوتري سيربسز كمان وفي عنا السيربس الاخير اللي منقدمه هو بدال الدي ام في بس منقدم خدمات تسجيل السيارات وتجديد اوراق السيارات يعني ما منقدم اي شي عن الشهادة السواء فقط عن السيارات هاي الخدمات نقدمها نحن احسابها صح عيشها صح هنوفر لك وقت هنوفر لك فلوس نتكلم لغة عربية نقدر نساعدك في حاجات كتير جدا على الال خالص يكفي جدا انك انسان امين يقدر يساعدك ويديلك نصايح على فكرة نصايحنا مجانية فتقدر تتصل بأي وقت على الرقم الموجود اسفل الشاشة تستشير اي استشارة حدثك محتاجة السيد سامير في الخدمة برنامجنا برنامج حكاية لو هنبتدي منين الحكاية تحب ان نبتدي منين يا سيد سامير الحقيقة انا بالاول حابب اطلب من الناس كلها انه تعمل لايك للبزنس بيج تبعنا يعني لصفحة البزنس تبعنا لانه نحن مننزل كتير معلومات تسقيفية اذا بتتابع الصفحة رح تلاقوا انه في معلومات تسقيفية اكتر بكتير من المعلومات الدعائية للبزنس تبعنا فرح تستفادوا كتير من نزل دائما بس ينزل قوانين جديدة عن الضرائب او عن الانشورنس مننزلها على صفحة الفيسبوك تبعنا فالرجاء انه للكل يعملنا لايك لصفحة الفيسبوك تبعنا هي بس تروحوا على هون ممكن تحط لايك وبصير تجيك المعلومات بشكل مجاني اي معلومات احنا مننزلها تسقيفية بتجيك مجاني طبعا الاستشارة دائما لكل الجالية العربية الموجودة في امريكا الاستشارات مجانية ممكن تتصلوا فينا مكتبنا في فترة الضرائب بشتغل سبعة ايام ممكن تتصلوا فينا على الرقم الموجود اسفل الشاشة الاستشارات الضريبية او التأمينية دائما مجانية لكل الجالية العربية مش بحتاج حاجة تان عيسر صح احسبها صح معانا هتلاقي خدمات كتير مميزة في خلال السنة اللي عدته ونهايته كان فيه قوانين مختلفة من ضمن اهم الحاجات اللي اتطبطت بالضرائب هو التأمين الصح فعايزين القدو نسمع ونستفاد ونشوف ازاي دي هتأثر على دخلك المادي او اقرارك الضريبية بناء على المعلومات اللي نشوفها النهاردة من الستاذ ساميش طبعا الكل اللي بيعرفوا انه وقتل ايجا اوباما طالع قانون جديد انه اجبر الناس بوجود التأمين الصحي على كل الناس انه يكون عندهم تأمين صحي او باخر السنة وقتل بتقدم ضرائب السنة الماضية او في بداية السنة الجديدة وقتل بتقدم ضرائب السنة الماضية كان يدفع عقوبة او غرامة مادية لعدم وجود التأمين الصحي عنده اذا ما كان عنده تأمين صحي طبعا مثل ما حكيت انه اوباما حط القانون بشكل انه اذا الواحد ما عنده انشورانس او تأمين صحي في اخر السنة بيدفع غرامة مادية فاجت ترامب وبالقانون الجديد قال من الـ 2015 نحن ما رح ندفع هاي الغرامة ولكن كاليفورنيا قالت لا نحن بنرجع نحط هذا القانون وبلشته من بداية جانواري الـ 2020 يعني اي حدا ما عنده خلال سنة الـ 2020 تأمين صحي ضمن كاليفورنيا باخر السنة بس يقدم ضرائب الولاية ولاية كاليفورنيا بده يدفع غرامة مادية نحن نزلنا هاي الشغلة على صفحة الفيسبوك عندنا صفحة البزنس الماضية وطبعا اذا تطلعوا على السكرين هلأ بيكون عم بتقول انه فيه ثلاث اشياء يجب على سكان كاليفورنيا معرفته عن الرعاية الصحية الجديدة في الولاية تأكد انه يكون عندك تأمين صحي من بداية يناير الـ 2020 لانه اي دافع للضرائب بده يواجه عقوبة باخر السنة اذا ما كان عنده تأمين صحي بعدين فيه اعفاءات متاحة لبعض الناس هاي ممكن تطلعوا عليها من coveredcalifornia.com او من الفرانشايز تاكس بورد تبع كاليفورنيا franchisetaxboard.ca.gov مشان هاي الارفاءات من الغرامة المادية في اخر السنة كمان كاليفورنيا الساتة موجودة عندها covered California اللي بيساعد الناس المحدودين الدخل انه يدفعوا قسم كبير من التأمين الصحي تبعهم يعني بدال ما الواحد يدفع مسلا عنه على العالة حوالي الف دولار بيدفع 200 او 300 دولار والباقي بتدفعوا covered California اللي بتكون عم بتضرائب كاليفورنيا عم تغطيها هاي الكمية تماما استاذ سامير طيب في صفحة المدينة فكرة عامة عن نواد ريب نحن كده عشان ناخد فكرة لانه كل الناس كل واحد لي حالة مختلفة انواع ضرائب المتواجدة وزاي كل واحد يكون فاهم انه ده يخصه هو او ده جزء مهم به السؤال كتير وجيه لانه نحنا مندفع عدة انواع من الضرائب وحسب مكاننا بالعمل او حسب مكاننا يعني انا كنت صاحب عمل او انا موظف عند حدا هلا احنا انا حاطت على السكرين صورة check او paychecks tab او منسميه aroma check عندنا نحنا العرب بتبين لنا انه شو بينخصم ضرائب اجبارية لانه هلا انا حاطتها بشكل بسيط جدا فقط الضرائب الاجبارية محطوط شو بينخصم منبين هون طبعا بالصورة انه اول شي بينخصم ضرائب التقاعد الصحي وبعدين ضرائب التقاعد العادي وبعدين ضريبة الدخل الفيدرالية وبعدين ضريبة الدخل تبع ال state وفيه بالنسبة لكاليفورنيا عنا هون فيه ضريبة اسمه sdi state disability insurance يعني هذا للفترات المؤقتة اذا الواحد صار عنده اي اصابة عمل او اصابة غير عمل توقف عن العمل ممكن تساعده طبعا رح نشرح بسلايدات اخرى عن هذا الانشورانس او state disability insurance فاذن لازم نعرف انه فيه بالضرورة نحنا في عنا للفيدرال ثلاث انواع من الضرائب ندفعها بشكل اجباري اللي هي التقاعد الصحي والتقاعد العام ومندفع ضريبة دخل الفيدرالي وبالنسبة للستيت حسب فيه ستيت عندهم الاس دي اي وعندهم بدفعوا ضرائب وفيه ستيت ما بيدفع ضرائب حتى فيه ستيت ما في عندهم ضرائب فبالنسبة لكاليفوريا نحن ندفع ضريبة الدخل ومندفع state disability insurance السامير كنت بسر يعني ده متوقف على ايه يعني بنانا على اي اساس يعني زي ما احنا عايزين السادة المشاهديني بفاهمين هل كل واحد بيدفع البنانا على وضعه العائلي دخله المادي الدنيا تتحسب ازاي؟ طبعا الضرائب تندفع بحسب الوضع العائلة اذا انت كنت اعزب في عندك بتدفع ضرائب بشكل مختلف ان كان بالنسبة وان كان النسبة اللي بتدفع عليها ضرائب الدخل طبعا انا بدي وضح نقطة انه الضرائب اللي مندفعها فيه ضرائب نحن مندفعها بنسبة ثابتة اللي هي ضريبة التقاعد الصحي وضريبة التقاعد العام وضريبة هاي الاستيت تبعى الاستيت disability income هدول مندفعهم بنسبة ثابتة ما بتتغير بينما الضريبة الدخل هي اللي بتتغير وهي اللي منتحسب عليها بآخر السنة على سبيل المثال نحن نحن مندفع ضريبة التقاعد واحد فاصلة خمسة واربعين بالمية اذا كنت موظف عند حدا ومندفع ستة فاصلة اثنين بالمية ضريبة التقاعد العام من نسبة الدخل تبعك هاي نسبة ثابتة لحد بالنسبة لضريبة التقاعد العام نسبة ثابتة لحد المية واثنين وتلاتين الف واربعمية بالنسبة لالفين وستطعاش يعني اول مية واثنين وتلاتين الف واربعمية دولار من دخلك بتدفع عليها النسبة سابتة هي ستة فاصلة 2% وهي ما بتتغير هاي النسبة فالذلك نحن ما نتحاسب عليها كل الناس بدفعها نفس الشي ما بتختلف من اي شخص لأي شخص اخر وضريبة الميديكير بتختلف حسب الدخل وقت اللي بيصير الدخل عالي اول 200 الف ندفع عليها من 1.45% وبعدين بس يزيد الدخل تبع الميديكير نحن الميتان الف للسنجل وميتان وخمسين الف للمتزوج بس نزادت عن هاي الكمية بصير يدفع الواحد صفر فاصلة تسعة زيادة عن الواحد فاصلة 45% هاي بالنسبة للضرائب السابتة اللي ما بتتغير بس الضريبة اللي تتغير واللي نحن متحاسب عليها بآخر السنة هي ضريبة دخل الفيدرال وضريبة دخل الاستيت لانه بتغير حسب كمية الدخل تبعك اول مثلا اول كمية انت بتحاسب عليها بشكل مختلف وحسب وضعك العائلي اذا انت اعزب ولا متزوج ولا رأس عائلة ولا انت ارمل فبتتغير هاي حسب الوضع العائلي تبعك هي خمس حالات نحن بنتحاسب عليها بشكل مختلف الحالة الاولى هو بالحالة التانية بتكون رأس العائلة رأس العائلة طبعا اذا في عندكم اي اسئلة شلون بيكون الواحد رأس عائلة الرجال اتصال فينا لانه فيه كتير شروحات ما ممكن نكفيها بهاي الحلقة الحالة الثالثة متزوج عن بيقدم الضرائب بشكل منفصل الحالة الرابعة متزوج عن بيقدم الضرائب بشكل مشترك والحالة الاخيرة هي الارمل كمان كل وحدة بتختلف عن الثانية وفيها تفاصيل كتير في الرجال اتصال فينا اذا بحاجة تعرف شو الفرق بين هاي الحالات منتحاسب على هاي الحالات الضريبيا بشكل مختلف فمثلا احنا متل ما منبين بالبراكتز تبع الضرائب تبعنا مثلا بالفيدرال او الاستيت بالفيدرال مثلا بالنسبة للاعزب بيدفع من على اول 9875 10% بينما الرأس العائلة بيدفع هاي النسبة لحد ال14100 دولار بالنسبة للمتزوج اللي عم بيقدم الضرائب بشكل مشترك بيدفع 10% على اول 19750 وبتختلف اذا تطلع هلا على الصورة بيبين عندك شو الاختلاف بين الاعزب ورأس العائلة والمتزوج اللي عم بيقدم الضرائب بشكل مشترك شو هي النسب وشو هي الكميات الاموال اللي بتدفع عليها الضريبة الدخل طبعا هاي الضريبة الدخل نحنا بندفعها على الدخل الخاضي على الضريبة فقط نحنا رح نشرح عليه مؤخرا شو هو الدخل الخاضي على الضريبة لانه مو كل الدخل اللي نحنا بنقبضه هو خاضي على الضريبة الدخل اه ان كانت فيدرالية ولا تبع الولاية بس ساميركو تعايز اسأل حضرتك ليحنا مندفع السوشل سوكوريتي طبعا السوشل سوكوريتي نحنا مندفعه مشان نقبض تقاعد في بعد هلأ عاملينه بعد السبعة وستين كان بعد الخمسة وستين وكل مرة عم بيتغير العمر بس منقبض تقاعد ممكن نبلش نقبضه حتى بعمر اقل بس بنقصولنا الكمية كتير بس مشان نقبض الكمية كاملة هلأ عم بيقولوا العمر السبعة وستين حسب الولادة تبعك حسب تاريخ الولادة تبعك منقبض تقاعد بس كمان في حال نحنا صار في عنا عدم امكانية العمل لوضع صحي بشكل دائم منصير نقبض التقاعد تبعنا كمان هذا التقاعد اللي منقبضه من الدولة هذا اللي نحنا مندفع له منظل عم ندفع له هلأ السنة لازم منظل ندفع من أول 132 ألف واربعمائة دولار مندفع عليه 6.2% هذا منصير نقبضه بالنسبة للأعمار هلأ اللي عم بيقولوه مثلا مثل عمري وأقل بعد السبعة وستين بيقبضوه كامل بس قبل هذا العمر بيقبضوه بشكل أقل وممكن الواحد يطلع على السوشل سيكوريتي أدمينستريشن ويعرف شو لحد الآن شقد صار راتبه بعد العمر السبعة وستين بعد العمر الكامل الضريبة الثانية اللي مندفعه كمان للسوشل سيكوريتي هي الميديكير الميديكير نحنا مندفعه لأنه كل الناس بصير عنده ميديكال إنشورنس وقت التقاعد بعد العمر الخمسة وستين أو كمان بنفس الوقت إذا صار في عنده إصابة أو عاها دائمة ممكن ياخد هذا الميديكير من الدولة هدول اتنين مندفع عنا حالك من شوية ذكرت أننا مندفع SDI State Disability Insurance State Disability Insurance إذا منتطلع على السكرين هلأ هو بيوفر لنا دفع استحقاقات مؤقتة للعاملين بسبب المراض أو بسبب الإصابة أو الحوادث الغير مرتبطة بالعمل كمان بيوفر لنا الإجازة العائلية شو هي الإجازة العائلية اللي بيوفر لنا ياها؟ بيوفر لنا إذا قمنا بإعالة مريض قريب يعني لازم تكون الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الأب أو الأم ممكن يدفع لنا هذا بشكل مؤقت بيدفع لنا دخلنا حسب أعلى ربع نحنا أبضناه خلال السنة الماضية وبعدين كمان بيدفع لحد الست أسابيع هاي لازم يعرفوها الأب والأم إذا إجاههم ولد صغير إذا إجاههم ولد جديد الأب والأم بيطلع لهم إجازة أمومة بدل ما عنا ببلادنا بيطلع بس للأم هون بيطلع للأب والأم ست أسابيع بكاليفورنيا للأب وست أسابيع للأم مشان تقوية الرباط مع الطفل الجديد فنحن مندفع هاي الضريبة واحد بالمية بكاليفورنيا من أول 122909 دولارات بالسنة التقويمية يعني الماكسيمون اللي مندفعه بالسنة إذا وصل راتبنا فوق 122909 هو 12299 سنة خلال السنة كلها إذا كان راتبنا عالي بس هن بياخدوا نسبة واحد بالمية من الراتب لهاي مشان إذا صار عنا أي شي من هذا النوع بيدفعه لنا هاي المصاري كراتب شهري تمام نعم كان في سؤال تاني وست سميل كتاع إذا سألحظك عليه بالنسبة للموظف إذا بيقدر يحسب دخله وبينانا على أي أساس يقدر يدفع الإقرار الضريبي اللي بهاي يقدمه في نهاية السنة طبعا نحن بأمريكا بيقولوا مندفع الضرائب as we go as we go يعني مندفعه بشكل شهري من الراتب تبعنا وبينحسب دخلنا كمان بالشركات اللي عم نشتغل فيها بيحسبو لنا دخلنا بالشكل أسبوعي كل أسبوعين أو كل شهر يعني نحن بنقبض كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر حسب وين بنشتغل وبس نقبض بنقبض البايتشيك تبعنا بيعطونا البايتشيك ستاب مكتوب عليها شقد دفعنا ضرائب شقد خصموا مننا ضرائب مو شقد دفعنا ضرائب شقد خصموا مننا ضرائب خلال هذا البايتشيك وبيكتبو لنا أنه شقد خصموا خلال كل السنة لحد هذا اليوم وبيكتبو لنا شقد الإنكم تبعنا وبيجوا بآخر السنة بيعطونا الفورم W2 اللي بيكون مكتوب فيها شقد الإنكم تبعنا شقد نحن دفعنا ضريبة سوشال سيكورتي شقد دفعنا ضريبة ميديكير وشقد دفعنا ضريبة دخل إن كان للولاية أو للفدرال هاي الطريقة اللي نحن بنعرف شقد عملنا دخل خلال السنة هذا بيسموا الدخل اللي من اللي مناخده خلال السنة كله اسمه Gross Income أو الدخل الإجمالي بالعربي فالدخل الإجمالي هو الأجر الإجمالي اللي نقبضه بشكل نقدي أو بشكل بأشكال أخرى يعني فرضا أنا إذا اشتغلت أي شغل وتقاضيت مقابله بشكل مادي أو مثلا حدا رح تشتغلت له وعطاني سيارة عطاني أي شيء لازم تنحسب قيمة هذا الشيء اللي عطانيه وهذا بيعتبر من الدخل كمان فما بهم إنه الدخل يكون فقط نقدي أي دخل اللي نحن بنقبضه بيعتبر هذا من ال Gross Income تبعنا اللي بالأخير بده ينحسب وينحسب بشلون بدنا ندفع عليه ضرائب طبعا الدخل الإجمالي ما هو الدخل اللي منتحسب عليه على ضريبة الدخل هو اللي منتحسب عليه مزبوط على ضريبة الميديكير وضريبة السوشيال سكوريتي بس ما هو اللي منتحسب عليه على ضريبة الدخل اللي منتحسب عليه على ضريبة الدخل اسمه التاكسبل انكم او الدخل الخاضع للضريبة شلون بينحسب هذا التاكسبل انكم بالاول بيحسبو لنا الادجستد جروس انكم يعني الدخل الاجمالي المعدل شو هو الدخل الاجمالي المعدل اذا منتطلع على الشاشة هلأ بيورجينا انه الادجستد جروس انكم هو الدخل الاجمالي تبعنا مخصوم منه عدة اشياء منها مثلا مخصوم للمعلمين بتكون لحد ال250 دولار للشخص واذا كانوا عائلة مؤلفة من معلمين ممكن يخصموا 500 دولار هنه حسب طبعا هاي كمان في الى شروط معينة لحتى تنخصم هاي ال500 دولار بعد ما اجا القانون الضريبي جديد تبع ترامب منع انه كان ينخصم قبل مصروفات الوظيفة بس هلأ مناع ترامب الا للاحتياطيين الجيش وبعض الارتست وبعض الاجمالي المدينة السفين يخصموها بيقدموا الفورم 2106 لحتى يخصموها من الراتب قبل ما ينحسب عليه كمان كان في عنا موفين اكسبنسز يعني اذا غيرنا مكان شغلنا من مكان الى اخر اكتر من 90 كيلو متر قبل ال2018 كنا نقدر نخصمها من الراتب بس هلأ ما فينا نخصمها هلأ ممكن ينخصم من الراتب مثلا التقاعد اللي مندفعه بشكل شخصي اللي اسمه IRA ممكن ينخصم قبل ما ينحسب ممكن ينخصم منه اذا انا كنت عم بدرس ممكن ينخصم منه هاي بعد ما بتنخصم كل هاي الخصومات وبينخصم مثلا اللي هو السوشال سكوريتي والمديكير ينخصم نصه بالنسبة للناس اصحاب العمل اذا عم بيعملوا ضرائب لحلاء لحالن بعد ما بتنخصم هاي كله بصير اسمه الاجست او الدخل الاجمالي المعدل بعد هاي بيجي خصم الستاندرد دي داكتابل او الشو اسمه الاتميز دي داكشن فاذا بعد ما منوصل لالدخل الاجمالي المعدل بنخصم من راتبنا الستاندرد دي داكشن او الاتميز دي داكشن الستاندرد دي داكشن هي حسب الوضع العائلي تبعك بعد ما وصلنا لدخل الاجمالي المعدل بيشيلوا منه بالنسبة للالفين وتساطاش اذا كان الواحد اعزب بيشيلوا منه اتناعشر الف وميتين وبالنسبة لرأس العائلة بيشيلوا اتمنتعشر الف وثلاثمية وخمسين وللمتزوج اللي عم بيقدم الضرائب بشكل مشترك بيشيلوا اربعة وعشرين الف واربعمية وبالنسبة للالفين وعشرين رح يزيدوا بالنسبة للأعزب رح تكون اتناعشر الف واربعمية بالنسبة للرأس العائلة رح تكون اتمنتعشر الف وستمية وخمسين وبالنسبة للمتزوج اللي عم بيقدم بشكل مشترك بتكون اربعة وعشرين الف وثمانمية هاي ستاندرد دي داكشن يعني هاي ما بتغير بس ممكن تتغير اذا عملنا ايتمايز دي داكشن غيرنا الستاندرد دي داكشن للأيتمايز دي داكشن طبعا هاي ممكن يكون في عليها اسئلة كتير فالرجاء اذا حبيتوا تتصلوا فينا مشان تسألونا عن هذا الشيء الايتمايز دي داكشن ممكن اذا الواحد يستفاد منه اذا كانت اكبر من هاي الكمية يعني اكبر من 12 الف وميتين بالنسبة للأعزب اذا الواحد عنده بيت ملك وعم بيدفع عليه ممكن يخصم الانترست اللي عم بيدفعه وممكن يخصم اذا بدو يعمل ايتمايز دي داكشن ممكن يخصم الميديكال اكسبنسز تابعه اذا كانت اكتر من 10 بالمية وممكن يخصم اي تبرعات برع فيها في كتير اشياء ممكن يخصمها ممكن تتصلوا فينا مشان تعرفوا كمان بالضبط شو هي الاشياء اللي ممكن يخصمها اذا زادت عن 12 الف وميتين للأعزب او اذا زادت عن 24 الف واربعمية بالنسبة للمتزوجين اللي عم بقدموا الضرائب بشكل مشترك بعد ما بيخصموا الايتمايز دي داكشن او الستاندر دي داكشن متل ما انتي بتختار وقتها بيصير اسمه التاكسابل انكم او الدخل الخاضي على الضريبة دا النهاية الفينال بتاعها هذا اللي منتحاسب عليه على ضريبة الدخل بالنسبة للفيدرال نعم ايشها صح احسابها صح استاذ سامير كان فيه تساؤل تاني كنت حابب افهم من حضرتك كافي واستاذ المشاهدين يفهموا فيه نياس في نهاية السنة بيرجع لهم حساب فيه نياس ما بيرجع لهمش وازاي تتحسي بالامور وازاي اعرف انا ليه مرتجع في نهاية السنة من الاقرار الضريبة او لا طبعا انا حكيت قبل انه نحنا مندفع الضرائب از وي جو يعني مندفع بشكل تقريبي او بيخصم علينا حسب ما منقله الموظف تبعنا بيخصم علينا كمية من الضرائب فيه فورم نحنا منقدمها باول السنة او باخر السنة الماضية بالنسبة للسنة القادمة منقله للموظف تبعنا انه يخصم مننا هالقد اسمه دابل يو فور هو الطريقة اللي فيها من نعمل بلان للسنة القادمة حسب ما دفعنا نحنا ضرائب او ابضنا ضرائب باخر السنة الماضية فهاي الدابل يو فور وقتل نقدمها منقله للموظف تبعنا لازم تخصم مننا انتهي هالقد ضرائب لهاي السنة القادمة وبس ينخصم مننا ضرائب فيه طريقتين نحنا ممكن يا اما ندفع بالاخير او يرجع لنا طبعا حسب ما حكيت انه حسب نحنا مندفع ضرائب نسبة حسب الوضع العائلي تبعنا فهاي ضريبة الدخل اللي بتتاخد مننا خلال السنة مندفعها منجي بالاخر السنة ومنحسب انه دفعنا نحنا اكتر او دفعنا اقل واذا في عندنا اولاد او حسب الدخل تبعنا كمان في عدة شغلات اسمه كريدتز نحنا بيرجع لنا انا رح احكي عن الكريدتز هي بتندفع يعني او ما بتندفع من الدولة او بترجع لنا من الدولة او من الارس او من الستيت بترجع لنا مشان تخصم كمية الضرائب اللي نحنا بدنا ندفعها حكينا عن الديداكشن الديداكشن هي بتنخصم من القيمة الدخل قبل ما ينحسب عليه الضريبة بس بعد ما نحسبت الضريبة ونعرفت الضريبة تبعنا مثلا انا عملت انا اعزب وعملت عشرين الف نخصم مننا كل شي ونخصم الستاندر ديداكشن هو الاثناشر الف وميتان الباقي لازم ادفع عليها ضريبة اذا كانت متل ما قالنا اقل من تسعة الاف وسبعمية هاي الكمية بدفع عليها عشرة بالمية انا اذا انا دافع اكتر من عشرة بالمية خلال السنة هاي فخلال السنة اذا دافع اكتر من عشرة بالمية بيرجع لي الباقي واذا بيطلع لي اي نوع من انواع الكريدتز كمان بيرجع لي اكتر شو هنه الكريدتز والكريدتز هنه فيه نوعين الكريدتز فيه refundable and non refundable credits ال refundable credits بيرجعوا لي حتى لو ما انا دافع ضريبة بالمرة بس ال non refundable credits بس بيدفعوا الضرائب اللي علي منه الكريدتز الموجودين موجودين child tax credit هدول الاطفال لحد الالفين دولار للطفل في dependent care tax credit طبعا انا ما نحاكي على كل انواع الكريدتز بهذا اذا بتطلعوا على الشاشة ما نحاكي عن كل انواع الكريدتز قاطط بعض الكريدتز على سبيل المثال فالdependent care tax credit هو قتلي ندفع عن اي dependent بالبيت نحنا مندفع على مصروف معين او مندفع اجار حدا ينتبه للdependent تبعنا ان كان طفل او كان مريض اذا الزوج مريض او اي حدا او الاب مريض او حدا انا عم بدفع عنه وهو الdependent تبعي هو المسؤول مني عم بدفع عليه حدا ينتبه له هذا ممكن ينخصم منه بيسموه dependent care tax credit earned income tax credit هو هذا اكبر كريدت وهو refundable نحنا بيرجع لنا حتى لو ما دافئين ضرائب بالمرة بيرجع لنا هذا هذا الناس اللي بدنا نحكي عنه بسلايدات اخرى انه هذا بيرجع لنا حسب عدد الاطفال وحسب الانكم تبعنا American opportunity tax credit هذا الكريدت هو للطلاب اللي عم بيحاولوا يحصلوا على شهادات عليا اللي ما عندهم شهادة بالمرة يعني اذا واحد ما عنده شهادة وبدو يحصل على شهادة بعد البكالوريا لحد الاربع سنين او خمس سنين هي لحد الاربع سنين بيقبض هاي American opportunity tax credit هذا في منه قسم refundable كمان في life learning credit كمان هذا نوع من انواع التعليم للطلاب بيقبضوا في ال adoption tax credit هذا منقبضه لانه وقت الواحد بيعمل adoption يعني بيتبنى طفل بيدفع مصروفات كتير فبيرجع له كمان tax credit في retirement plan contribution طبعا نحنا حكينا عن الضريب اللي مندفع اللي هي ضريب التقاعد الدولي بس في ضرائب تقاعد نحنا مندفع مو ضرائب ام سوري مندفع نحنا على التقاعد تبعنا بشكل اختياري المصاري اللي مندفع للتقاعد بشكل اختياري الدولي بتحاول انه تشجع الناس انه تدفع او تشيل مصاري من اجل التقاعد هاي حاطين عليها credit اذا دفعت انت ودخلك قليل دفعت خلال السنة للتقاعد اول شي هذا بينخصم اللي بدفعته بينخصم من اصل المصاري او اصل الدخل اللي بتدفع عليه ضريبة وبنفس الوقت بيرجعو لك عليه credit هادوالي credit اللي انا شارحهم بالشو اسمه بالهون بس طبعا فيه credit ثانية فيه credit اذا الواحد اشترى سيارة كهربائية فيه credit فيه كتير انواع عن ال credit محطوطين اذا فيه بتحبوا تستفسروا ممكن تتصلوا فينا انا بدي حكي هون عن ال child tax credit كمان ال child tax credit هو بيعطينا credit لحد الالفين دولار فيه منن 1400 دولار refundable هدول بينحسبوا فيه علاقة رياضية بينحسبوا عليها فكمان يعني مو بالضرورة لحد الالفين دولار بيرجعنا هذا كل ما علي الدخل ما الوسائف كل ما علي الدخل كل ما بيرجعنا على كل طفل الفين دولار وما في عدد اطفال محدد قد ما يكون عدد الاطفال بيرجعنا على كل طفل الفين دولار فيه هذا ال child tax credit بيرجع للاطفال اللي اعمارهم تحت السبت عشر سنة اذا كمل سبت عشر سنة باخر السنة ما بيرجع له ما بيرجع هذا ال child tax credit الاطفال اللي عمرهم من السبت عشر لالتمنت عشر او عمرهم من السبت عشر للاربع وعشرين وهن طلاب عم بيدرسوا اسمه full time student بيرجع كريدت تاني هو 500 دولار 500 دولار بيرجع لهدول مو اكتر الكريدت اللي بدي حكي عنه اسا اكتر شي واللي هو بيرجع لكل الناس اللي دخلهم منخفض واللي بيرجع حتى it's refundable حتى لو ما عليهم ضرائب بيرجع لهم بيرجع بكمية كبيرة هذا اكبر شي بيرجع للناس هو ال earned income tax credit ال earned income tax credit بيرجع بس اذا كان عندك earned income يعني انت لازم تكون اشتغل بس دخلك اليه دخلك اقل من من حد معين بالنسبة للالفين وتساطعش هذا الدخل بالنسبة للأعزب والرأس العائلة والارمل هو اذا ما كان عنده الاولاد بالمرة اذا كان عدد الاولاد كما متل ما مبين بالسكرين اذا كان عدد الاولاد صفر ودخلوا لحد الخمسة عشر الف وخمسمية وسبعين ممكن يرجع له لحد الخمسمية وتسعة وعشرين انا حاطت سلايد بعدين رح نشوفه وشلون هذا بيتغير هذا المبلغ حسب الدخل تبعك اللي عنده ولد واحد وهو اعزب ممكن يكون دخله لحد الواحد واربعين الف واربعة وتسعين بيرجع له الارند انكم تاكس كريدت واذا كان عنده ولدين لحد ستة واربعين الف وسبعمية وتلاتة واذا كان عنده ثلاثة ولاد او اكثر هذا الارند انكم تاكس كريدت بينتهي عند الثلاثة اولاد فان كان ثلاثة اولاد او اكثر ما بزيد يعني الثلاثة اولاد هو الماكسيموم فاذا زادوا عدد الولاد ما بيدفعوا لك افتار بس الارند تاكس كريدت يرجعوا يعني ودخص الموضوع ده كنت هتخلفوا ويتخصبوا البلد بتسعة هاي بالنسبة للأعزب بيكون راتبه اكتر شي ممكن يرجع له اذا كان عنده ثلاثة اولاد والراتب خمسين الف ومئة واتنين وستين اما بالنسبة للمتزوجين اللي عم بقدموا الضرائب بشكل مشترك هذا المبلغ بيتغير بزيد مبلغ الكريدت بيضل نفسه بس الانكم تابعهم او الدخل تابعهم ممكن يزيد ويضلوا هني عم بيقبضوا ومسلا للمتزوجين اذا كان ما عندن اولاد بيضلوا يقبضوا هذا الكريدت لحد الواحد وعشرين الف وثلاثمائة وسبعين اذا كان ما عندن اولاد اذا عندن ولد واحد لحد ستة واربعين الف وثمانمائة واربعة وثمانين وإذا كان عندهم ولدين لحد 52,493 وإذا كان عندهم ثلاثة أولاد لحد 55,952 بالنسبة للكريدت نفسه الماكسيموم تبعه للي ما عندهم أولاد هو 529 للي عنده ولد واحد لحد 3562 يعني بيفرق بشكل كبير بس يصير عندك أولاد إذا عندك ولدين الماكسيموم تبعه 5,228 أنا وعشرين وإذا عندك ثلاثة أولاد 6557 أمبين أنا بهاي الخط البياني شلون هذا بيتغير هذا الكريدت اللي هو اللي هو أكبر كريدت الناس بتقبضه أمبين حسب الدخل تبعنا أمبيني هون بالخط البياني اللي أنا حطه كل شي بالأسود هو للعزابي أو رأس العائلة أو الأرمل يعني هذا المبلغ بيتغير حسب عدد الأطفال إذا ما نشوف الخط اللي تحت الخط الأحمر هو اللي ما عندهن أولاد بيستلموا أعلى نسبة وقت اللي بيكون راتبوا بين 6,900 و 8,650 وإذا كان أعزب بيبطل ياخده بالـ 15,570 بيبطل ياخده ما عد بيقدر ياخده إذا كان عنده ولد واحد بياخد أعلى نسبة بين الـ 10,350 لحد الـ 19,050 دولار وإذا كان عنده ولدين بياخد أعلى نسبة اللي هي 5,828 إذا كان دخله بين الـ 14,550 لحد الـ 19,050 وإذا كان عنده 3 أولاد نفس الشي بياخد أعلى نسبة اللي هي 6,557 بين الدخل 14,550 لحد الـ 19,050 أما بالنسبة للمتزوجين فبتختلف فقط بالنسبة للقمة بتختلف النهايات فقط فبتزيد النهاية مثلا للعزابيين اللي ما عندهم أولاد بياخدوا أعلى نسبة بين الـ 6,900 والـ 14,450 وإذا متزوج وإنت عندك ولد واحد بتنتهي النسبة بـ 24,850 وإذا عندك ولدين نفس الشي بتنتهي بنفس الشي وإذا عندك 3 أولاد كمان بتنتهي بالـ 24,850 طبعا هذا الخط البياني ببين لك شلون قامت أنت بتقبض أعلى شي بالنسبة لأعلى كريدت اللي منحنا بنقبضه اللي هو Earned Income Tax Credit أعيشها صح؟ أحسبها صح ده كان شعار النهاردة للحلقة بتاعتنا مع الأستاذ سمير من أجلك أن احنا النهاردة متوجدين بنقدم لك هذه الحلقة أو المحاضرة التسقفية للإقرارات والمواقف المادية أو حياتك المادية الخاصة بك في الولايات المتحدة الأمريكية أي استفسار أي استشارة الأستاذ سمير بيقدمها مجانية كل ما عليك ستتصل بالرقم الموجود أسفل الشاشة في نهاية حلقتنا بنشكر حضراتكم نحس المتابعة بنشكر أستاذ سمير على المعلومات القيمة شكر لحضرتك مرة تانية هل في أي حاجة حالك تحب تضيفها؟ بالأخير بدي أشكرا كتير أستاذ عنتر أنك أنت والأستاذ مينا هون سهلتوا أنه نقدم هاي المعلومات لكل الجالية العربية بأمريكا مشان تساعدهم بالضرائب يعني للمرة التانية أنا بقلكم إذا بتعملوا لايك للبزنس بيج تبعنا بيوصلكم كتير معلومات مجانية وفيك أنتوا تصلوا فينا بأي وقت برقم التليفون الموجود لأي استشارة إن كان بخصوص الضرائب أو بخصوص الإنشورنس وأهلا وسهلا فيكم تشرفنا شكرا أستاذ سمير أعزاء المشاهدين مرة تانية بنشكر حضراتكم أي استفسار أو أي معلومات أو أي حاجة خاصة ببرنامج حكاية حابين إيه المرات اللي جاية تقدر حضركم تتواصلوا معنا بصفة مستديمة أي تواصل مع الأستاذ سمير بنأكد تاني الاستشارة المجانية شكرا لكم شكرا للمستاذ مينا على المجهود الكبير اللي حضراتكم عملته النهاردة في الحلقة ونشكر حضراتكم ونشوفكم بخير في حلقة جديدة مرة تانية بين برنامج حكاية وحكاية تانية مختلفة عيشها صح احسبها صح